شخص قد يعتبر هو من الأبرز والأهم بما يتعلق بالأسواق المالية وهو سيد جاي كليتن وهو الرئيس السابق للأس إي سي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شكرا على الانضمام إلينا يسرني أن أكون معكم نحن هنا نشارك في أسبوع أبوذبي المالي والتركيز كبير بالطبع على أسواق التروحات الأولية في هذه المنطقة مع هذه الطفرة الكبيرة في التروحات في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ما رأيكم بهذه النشاطات القوية وإلى أي مدى مستدامة الاستدامة هو الجوهر إن التروحات الأولية هي عنصر من تشكيل رئيس المال هناك عوامل أخرى سأعددها وبعدها سوف أقول لك كيف أن ما يحصل هو مشجع من الجيد أن يكون لدينا التروحات الأولية وأسواق تداول ثانوية حيث المتداولون يرغبون ببيع والشراء ولذلك أيضا نحن لابد من أن يكون لدينا سوق الاعتمال أي التمويل لأن الشركات التي تريد التروحات أو تقوم بتروحات الأولية فهي بحاجة للتمويل ليس فقط عبر الاستحواذ وبالعودة إلى ما سمعناها البارحة واليوم فنحن نعرف أن حكومة أبوظبي وكل المحنيين حارسون على أن يكون لديهم سوق متعدد الأوجه ومن بين هذه الأوجه الاستدامة يسرني أنه لدينا تضفق مالي قوي والتروحات الأولية في المناطق الأخرى تواجه تحديات عكس ما هو في هذه المنطقة أنا متأكدة أنك كنت تتابع ما يحصل في أسعار النفط وأسواق النفط في السنوات الأخيرة عندما بدأت أوبك بخفض المنتجات والإنتاج وأيضا أوبك بلس يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية انتقدت هذا التوجه لأوبك وأوبك بلس وأن العديد من التقارير الإعلامية تتحدث عن تصدع علاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية هل تعتبر بأن النفط اليوم هو العامل الأساسي في العلاقة الدبلوماسية بين الدولتين الاقتصاد والديبلوماسية هما متوازنين يتوازنان مع بعضهم البعض وهما بالاتصاق على غرار ما هو بين المملكة العربية السعودية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية هناك استقلال بين الدولتين نعم ولكن ما لاحظناه خلال الأشهر الاثنى عشر والثمانية عشر شهرا لأخيرا الروابط الاقتصادية القوية بين الدول حتى وإن كانت مستقلة العديد في الحكومة الأمريكية وعندما كنت في منطبي أعرف بأن الجميع يدركون مدى أهمية العلاقات الثنائية الأطراف مع المملكة العربية السعودية وأعتقد سأفسر أمر بطريقة مختلفة أمل بأن ما نشهده فقط هو مونا وشات وليس تصدع في العلاقة هل هذا هو الحال بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين الرئيس جي تشي بين كان قد التقى بالرئيس جو بايدن في قمة سنغافورة هل نحن نشهد إعادة انطلاق للعلاقة الأمريكية الصينية وأيضا ما الذي تعتمد عليه الشركات الأمريكية والصينية بالعودة إلى السؤال إلى التداخل العلاقة بين الدول وبيننا وبين الصين وهذه العلاقة الصينية الأمريكية الترابط قوي جدا والتداخل قوي جدا رغم الاستقلال ما شاهدناه بالنسبة إلى رؤساء التنفيذين للشركات هو إدراك واعتراف بأن أي تصدع في العلاقات أو أي انفكاك أو أي تباع وتيكون داية داعيات سيئة جدا على الصين وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وما شاهدته كمراقب بأنه لم أشارك في أي من الوفود الرسمية ولكن قد لحظت بأن هناك اعتراف بأن التأثير الاقتصادي على كلتين دولتين وعلى العالم جراء هذا الفك في العلاقة أو التصدع يؤثر على الجميع سلبا سنعقد مؤتمر الأطراب كوب 28 بعد بضعة أيام إذا منظرنا إلى ما قد حصل في السنوات الماضية يبدو بأنه لدينا تحديد للأهداف وإقامة الفعاليات ولكن الحكومات عالميا والشركات لا تقوم بما يكفي لكي تقوم بتلبية الاستراتيجيات المناخية وتحقيق الأهداف المناخية هل برأيك هذا سيتغير؟ أنا أشعر بالأحباط وذلك لأنه لدينا الكثير من الكلام والأنشطة عندما كنت في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كنا تحت الضغط لكي نضع اللوائح التنظيمية لكي نقوم بإبعاد الاستثمار عن كل ما يسبب في انبعاثات كربونية وندعم كل ما يؤدي إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر ولكن دون خطة انتقال واضحة خطة تحول نحن نسمع عن الأهداف ولكن لا نسمع عن كيفية الوصول إلى الأهداف الوصول إلى الهدف بالطبع يأتي بتكلفة لدينا طرق فعالة لنصل إلى وجهة معينة وترق غير فعالة نحن لا نتحدث عن المسار أو الكيف نتحدث فقط عن الأهداف وتحديد المستهدفات ولكن لا نتحدث كيف سنصل إلى تحقيق هذه الأهداف وأي من الغطاعات التي سيضم دعمها حكوميا وماليا وأي منها لن تحصل على الدعم هذا ليس النقاش الذي علينا أن نجيه إذا ما فعلا أردنا أن نحقق هذه الأهداف فلنتحدث عن ما يحصل في العملات المشفرة في مرحلة معينة كان البيتكوين قد تفوق أداء أسواق الأسهم وفقط جراء الشائعات بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكا وافقت على الصناديق الفورية للتداول بالبيتكوين ولكن هذا لم يحصل عدنا إلى عدم اليقين إلى أي مدى سيطم الضغط على هيئة الأس إي سي للموافقة على الصناديق الفورية لتداول البيتكوين وإلى أي مدى هذا سيغير من قواعد اللعبة لابد أن نعطي لمحة تاريخية عن ما يحصل البيتكوين هو كناية عن عملة مشفرة تم التداول بها والاستحواذ عليها منذ حوالي العقد وإن الأسواق التي تم التداول فيها هذه البيتكوين هي ما يمكنني أن أقوله بأنها قد شهدت الكثير من التلاعب إن صح التعبير ولكن في السنوات العشر الأخيرة مع التقدم ومع إدخال ما نسميه العقود الآجلة لصناديق التداول إضافة إلى منتجات الإشراف وغيرها فاليوم نحن لدينا عدد كبير من المشاركين الموثوق بهم في الأسواق الذين يقولون بأن الصناديق الفورية يتداول بها بشكل جيد وليس فيها أي احتيال أو أي تلاعب كما حصل من قبل كل هذه التغيرات والتطورات تجعلنا نفهم بأن صناديق الفورية لتداول الـ ETF سيمر أن يتم موافقة عليها كونه لدينا سوق للعقود الآجلة للبيتكوين بالنظر إلى السياسة النقدية الأمريكية وعلى المستوى الاقتصادي هل تعتبرون أن جيرون باول يقوم بعمل جيد؟ أعتقد بأنه هو كغطاس يقوم بعمل استثناء الغوص في هذه المواطيات الاقتصادية أخذينا بالاعتبار التحديات والصعوبات التي واجهها في وضع السياسة النقدية وبما ذلك أيضا العوامل التي هي لا سابقة لها لم يكن لدينا أي سابقة من قبل إغلاق تام جراء كوفيد-19 هذا هو أحد الأمثلة لا من سابقة أبدا لما يحصل حاليا على المستوى الاقتصاد العالمي أخذينا كل هذا بالاعتبار بالإضافة إلى التمويل المالي الذي لا سابق له لقد قام بعمل جيد